بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله الآن مع الجزء الثاني في الفصل الأول وهو الآن سنفرق ما بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي الفرق ما بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي طبعا الفرق ما بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي هو فرق في الدرجة وليس في النوع فعندنا الإرشاد النفسي يتعامل مع المشكلات النفسية الأقل تعقيد الأقل إيه؟ تعقيد أما العلاج النفسي فبيتعامل مع المشكلات النفسية الأقصر تعقيد طيب في الإرشاد النفسي يعاني من هذه المشكلات مسترشد لأن يصل إلى حالة المريض النفسي فعندنا هنا يعاني منها المسترشد هنا لا يعاني منها المريض النفسي يعاني منها إيه المريض النفسي طيب في الإرشاد النفسي يحتاج لبرامج إرشادية متخصصة تساعد في حل هذه المشكلات وهيقدم هذه البرامج موشد نفسي بيقدمها ايه موشد نفسي في الإرشاد النفسي اما في العلاج النفسي فبيقدم هذه التدخلات العلاجية وقد تحتاج لفترة طويلة طبعا ايه معالج نفسه بيطلب عليه معالج نفسه وهذا هزي يعني بعض الفروق عن الإرشاد النفسي والعلاج النفسي طيب تعريف التربية الخاصة احنا بندرس بشرات زاوة الاحتياجات الخاصة وصايم فلازم نتعرف ما هو تعريف التربية الخاصة ومن هم زاوة الاحتياجات الخاصة التربية الخاصة عبارة عن مجموعة من البرامج التربوية المتخصص والتي تقدم لفئات من الافراد غير العادية بهم افراد غير العادية طب هزي البرامج وهزي الخدمات بتقدم ليه لمساعدتهم على تنمية قدراتهم الى اقصى حد ممكن تستفادة من القدرات الموجودة الى اقصى حد ممكن وكل ده بيقدي الى ايه تحقيق زاواتهم تحقيق زاواتهم وكمان مساعدتهم على التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها طيب من هم زاوة الاحتياجات الخاصة هم الافراد غير العاديين او زاوة الاحتياجات الخاصة الافراد الذين ينحرفون على المتوسط انحرافا ملحوظا من النواحي الاربع اذا كانت عقلية وجسمية وانفعالية واجتماعية طبعا كل مجال من هذه المجالات العقلية والجسمية والانفعالية والاكتمال هو متوسط فزاوة الاحتياجات الخاصة بينحرفهم عن هذا المتوسط بيقل درجاتهم في هذه الجوانب اذا كان مثلا على جانب العقل الذكاء متوسطهمين فاذا كان الاطفال زاوة الاحاقة العقلية مثلا ينحرفون على المتوسط بينحرفين معياريين عشان كده بنشوف الاحاقة العقلية مثلا اقل من سبعين على بعض المقاييز طب نسبة الافراد زاوة الاحتياجات الخاصة والاحتياجات الخاصة طبعا المجموع الان وصل الى 12% قديما نسبة زاوة الاحتياجات الخاصة داخل المجتمعات تشكل 10% الان مع التقارير الجديدة من نظامة الصحة العالمية وبعض التقارير الحديثة قالوا من ايه وصلت الى 12% ل 15% فئات زاوة الاحاقة اللي هنحددها دلوقتي وعندنا الاعاقات البصرية تشكل 1 من 10% الاعاقات السمعية 6 من 10% الاعاقات العقلية 2 من 10% صعوبات التعلم بتشكل 3% والطبعات الكلام واللغة 3.5% الاعاقات الجسمية 5 من 10% والاعاقات الانفعالية 2 من 10% وده بيشكل مجموع 12% من المجتمعات الانسانية والسلام عليكم ورحمة الله